هيا زي ما بقول لحضراتكو موسم فيه تحدي كبير جدا عندنا يعني من النهاردة فيه استعداد لثلاث بطولات كبيرة جدا يوم الجمعة اللي جاي في بطولة السوبر الافريقي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية كمان النادي الاهلي هيشارك في بطولة السوبر الجديدة كأحد أبرز الاندية في افريقيا طبعا ويعني القرعة عملت وحيلعب ان شاء الله النادي الاهلي مع فريق سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر والعودة هتكون يوم 24 اكتوبر في القاهرة هنروح بعد كده كمان البطولة المفضلة اللي عندنا 11 لقب لها بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي منافساتنا فيها في دوري الاثنين وثلاثين هنلاعب سانت جورجي الأسيوبي تم طبعا تأجيل المباراة مباراة الزهاب اللي كانت يمكن اتحددت في نص سبتمبر والكاف أجلة لموعد لاحق كمان هتخش على ديسمبر عندك بطولة كاس العالم للاندية في السعودية في شهر ديسمبر والحية بدأت يعني خلاص احنا كجمهيري النادي الاهلي وأنا واحد من حضراتكو بطولة كاس العالم بقى ليها رونة خاص بقى ليها النادي الاهلي يمكن من أكتر الأندية اللي شاركت فيه هذه البطولة وبقى عنصر أساسي فيها هذه البطولة بطولة مهمة جدا ويمكن كمان القرعة يعني اتعاملت والنادي الاهلي يعني 99% هيلعب نادي الاتحاد صاحب الأرض والجمهور ولكن ايا كان النادي الاهلي قادر قادر ان شاء الله على مش هقول يعني انا عندي تفاول ان احنا نوصل ان شاء الله لأبعد نقطة فازيل بطولة عندي اللعيب عندها طموحات والمدير الفن عنده طموحات ان احنا نكسر بقى حتة كمان المركز التالت نوصل لمبران نهائيا ان شاء الله ممكن نكون باللاعب المان سيتي يعني الواحد دايما بيحلم والنادي الاهلي دايما بيدينا كده احلام سعيدة وجميلة زي ما احلمنا باللاعب امام ريال مدريد ان شاء الله باذن الله البطولة دي كمان نلعب امام المان سيتي زي ما قلت لحضراتكم يعني كمان بطولة بطولة السوبر دي طبعا قدام حضراتكم دي القرعة بتاعة كاس العالم للاندية وطبعا اتحاد اتحاد جدعة هيلعب اوكلاند سيتي والفائز منهم هيلعب النادي الاهلي ودايما احنا بناخد الامور خطوة بخطوة ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضراتكم بنسبة كبيرة جدا الاتحاد طبعا السعودي هيكون هو منافس النادي الاهلي في الدور التاني ودي القرعة وان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم كمان كلنا امل ان شاء الله يكون في لقاء ما بين النادي الاهلي وما بين بطل اوروبا وبطل البريميال ليج المان سيتي هيكون يعني هيكون مباراة ان شاء الله تكون مباراة جميلة لكن خلينا ناخدها خطوة بخطوة دي من البطولات كمان عندنا بطول السوبر المحلي بشكلها الجديد أربع عنديها بشكلها الجديد وأن النادي الآلي طبعا حضراتكم تابعين أنه طلب من اتحاد الكورة أكتر من مرة بإنظامها الجديد تفاصيلها إيه موعدها إيه وإقامتها بشكل رزمي وغير كده زي ما بقول لحضراتكم أربع بطولات في خلال تلت شهور يعني تحدي كبير جدا جدا حيمر بفريق النادي الآلي الفترة اللي جاية لكن عندنا تفاعل وعندنا إن شاء الله ثقة في أولادنا وثقة في جهازنا الفني والإداري إن شاء الله نحن هنعدي التلت شهور دول إن شاء الله نحسم فيها كل البطولات بشكل كبير جدا وزي ما بقول لحضراتكم هي زحمة كبيرة جدا الموسم ده موسم جديد موسم يعني مزدحم كتير جدا ما اتكلمتش كمان على الاختباطات الدولية على مستوى بطولة أفريقيا طبعا النادي الآلي عنده عناصر كبيرة هتكون موجودة فيها عندنا كمان أولمبياد 20-24 هيكون فيه لعيبة من النادي الآلي موجودة فيها فالحقيقة موسم إن شاء الله يكون موسم موفق صعب آه يعني مزدحم آه ولكن إن شاء الله قادرين بإذن الله أن إحنا نفوذ بكل البطولات ونعدي زي ما بيقول كده النادي الآلي بيعدي في الحديد